الفنانة وفاق موصلي أهلا وسهلا فيك عبر موقع فوشيا وإن شاء الله يا رب رمضان كريم عليك وعلي كل عيلتك إن شاء الله كل عام وأنتو بخير أهلا وسهلا فيك ست وفاق يعني خبريني شو أكتر ذكرى حلوة بتحملية معك من زمان بشهر رمضان المبارك أحلى ذكرى هي علاقة الناس ببعضها يمكن السوشال ميديا بعدتنا عن هاد الشي وقت قبل الافطار بشوي كان في شي اسمه سكبة كانوا جيران يسكبوا لبعضهم كنا نحنا ساكنين من منطقة المهاجرين فكانت الطاولة مثلا نكون عاملين طبختين ثلاثة مثلا فطاولة تصير فيها شي عشرين طبخة وكذلك الأمر عن جيراننا فكان إنه إنك تطعمي حدا تاني يعني هذا وإنك أنت تفتخري بالشي اللي عملتي وبإنجازك يعني بالطبخ كان كتير مهم حلو شو أكتر يعني إذا فينا نقول أكلة بتحبي أنت إنه هي تتواجد على مائتك خلال موسم ربضان والله في أكلة كتير بحبها بس هلأ صعب إنه تتواجد على مائتي صعب يعني بسبب الظروف الاختصابية كتير صعب الباس ما شكعته بحبها أنا شاطرة فيها؟ طبعا شاطرة الليلي شون مكوينات هيك مشان أنا أعرف يعني وجمهور فوشي اللي بيحب وفاق يعرف كمان منا برمضان بيطابوك كتير اللي بيزعلوا مني كتير إذا حكيتها خبريني خبريني الباسماشكات هي عبارة عن شرحات لحمة غنم أو عجل هاي الباسماشكات بتتخيط يعني بتنسك الشرحات بتتخيط من جانبين بشكل إنه تصير مثل الجيبة مثل الجيبة وبينحط بقلبها رز و لحمة ومكسرات للي بيحب يعني سنوبر أو لوز اللي بديها يعني وفي إلا هي السوس تبعها السوس بندورا الشي اللي أنا ونايا ونايا بصراحة هي اللي قنعتني نايا كمان يعني نفسها ع الطبخ كتير طيب قنعتني إنه يكون السوس تبعها بني وبدال الرز طبعا بيتاكل جنبها رز بشعيرية فقالتلي ماما طيبة بقلبها رز يعني لش نعمل رز بشعيرية قالتلي شو بنا نعمل قال بنا نعمل بطاطا بيري فجربناها يعني أنا كنت عم بتضحك على نايا وهيكي بس لقيتها عن جد طيبة هلا كيف هي بتتساوى بنعمل الجيب ومنكون مقليين اللحمة وننزل فوق الرز اللي هو بالأساس منقوع لمدة نص ساعة مننزلوا بدون الميت طبعه مننزلوا منقلبهم هيك شوي منقليهم وآخر شي مننزل الوبات أو المكسرات وبعدين منسكر لتمة منسكر لتمة على الخالص وطبعا يعني بدنا ناخد بعين الاعتبار متل لما نحنا منحشي الكوسة المحشي أو هيك لما بيكون في أكلة فيها رز الرز بينفش فما بالك إذا كمان اللحمة تبع الباسماشكات اللي هي الشرحات بتكش فلذلك نحنا ما لازم نعبية أكتر من نصة وبعد ما ما خليها تكون بقرنة وحدة منمسدها بشكل إنه تطلع هيك هلأ صارت جاهزة الباسماشكات منجيبها منحطها بمي بدنا نسلقها منشوحها أول شي شوي منشوحها بالزيت بعدين مننزلها بالمي لحتى شوي تنسلق بس تطلع الزفرة منقيم الزفرة بعد ما منقيم الزفرة منحط الباقة العطرية اللي بتعطيها نكها كتير كتير ظريفة ورق الغار يعني الناس بيفكروا إنه بس لحتى يعطيها ريحة وطعمة لا هو ورق الغار بيسحب الأشياء الدسمة اللي باللحمة وبحط الهيل حب الهيل وبصلي بشك عليها بصلي بكون مقسمة أربع أقسام وبشك عليها بسمار القرنفل هنو جزر كله هذا بتعطي نكها كتير ظريفة بس تنسلق اللحم الباسماشكات بقيمون هدول وبحط الباسماشكات على جنب قديش اليوم اختلف رمضان من زمان وهلأ؟ اختلف كتير بتحني للماضي؟ هلأ وقتلي كنت صغيرة كتير حب أنا هاي العجقة تبع المعمول والحلويات وهيك كانوا الجيران يجوا مع بعض يعملوا عجينة المعمول وكونوا جايبين هنه يعني المكسرات ان كانت فستق ولا لوز ولا جوز ولا تمر هنه اللي يشرحوها ويعملوها هيك والرجال كانوا يجيبوا الصاجات من الفرن لانه كانت كميات كبيرة وحطوها بقطار ميزة كبيرة حتى اذا بدك العزايم وقت الاكل يعني مو بس يعني برمضان بغير رمضان كان عيب انك تجيبي من برا فراريجي او شي كان لازم انه اذا بتحترمي الضيف انه انتي تطبخي طبعا هلأ ما في وقت وطبعا انه في كتير يعني صارت الزوج والزوجة بيشتغلوا بيساعدوا بعض يعني ما عد نقدر نحنا نعيد هاي التقوص الجميلة من التقوص اللي انا بحبها في رمضان انه كل الناس بصير بتاكل بوقت واحد بتشمي روايح الملوخية من هون وروايح الفريكة من هونيك وروايح الفتوش من مكان ثالث هاي اكلات الاكلات بتحبو نسة وفا هاي الزاكرة الشمية بتتعبى الزاكرة الشمية اضافة للزاكرة السمعية لما انت سمعي تقطقط الصحون وتقطقط الملاعق والسكاكين الى اخره ويلا يلا وحيدرب المدفع ومن هالقصص هاي فاله تقص يعني جميل جدا متحسي بالروح التشاركية انه بهاد الوقت الناس كلها عم تاكل مع بعض هلا بهاد الوقت كمان بالعيلة الوحدة ما بيعدوا بياكل وجبة وحدة على الاقل غداء وعشاء او فطور كل واحد بياكل حاله بسبب انه في عنده شغل اوقات متفاوت بدي هلأ منك معايدة لكل جمهورك برمضان المبارك شو بتقليلون عبر كامرتك اول شي بدي قللون كل عام وانتوا بخير يا رب تعيشوا لامثالوا نتذكر فضائل رمضان اولا على الصعيد الشخصي انه نحنا ما نتقل بالاكل صحيح حكينا عن الاكل بس ما نتقل بالاكل ناكل بشكل منطقي ورمضان يعني فاقته وهاد الاكل للصيام كتير كتير مهم لانه عن جد بينظف الجسم من كتير من السموم وبيعمل للنفس بيعملها كتير من الفرامات او الضبط يعني واحد يتعلم على الصبر كتير من الناس لانهن ما عم يدخنوا وما عم ياكلوا فبتلاقوهن عصبيين لا بالعكس الصبر كتير كتير مهم هو شكل من اشكال العبادة وشكل من اشكال احترام الذات واحترام النفس ومساعدة الاخرين يعني بهذا الشهر الفضيل كتير مهم انه يعني خلينا نعمله هذا تقص يعني يومي انه نحنا هاد الشي بيجب لنا السعادة بيجب لنا ضعاف مضاعفة من الخير اللي نحنا قدمنا وبالنهاية بدي اقللون انه كتير حلو شهر رمضان وكتير حلو انه نروح على الأسواق وكتير حلو انه نكون مع بعض وناكل مع بعض كلهاتنا ان شاء الله بنعاد عليكم بالصحة والسلامة والأمن والأمان والاستقرار والفرج والرزق الوفير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة